موسيقى شوية كراصينة على حرمية مش لقيين يكلوا هيعرفوا بوجود الكنز الملكي وفي خريطة هتقع في ايدهم بالصدفة فيطرة ازاي هيوصلولو ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع نهاردة ولكن قبل ما نبدأ اكناك عاموا لايك الفيديو سبسكراي في القناة لو انت لسه مش مشترك وكمان فعل جرس الاشارات عشان يصلك كل جديد يلا وين هنبتدي في سنة 1388 اتدمرت مملكة كوريو وبقى اسمها جوسون بملك جديد وعلشان كده خد قائد الجيش كل الكنز الملكي وخبا في مكان محدش يعرفه واختفى هو وجنوده من بعدها وعد على اللي حصل ده اربع سنين كان فيهم قائد الجيوش موتشي هو وجنوده اتهموهم بالخيانة في المملكة الجديدة وبقوا يضطروا منهم فاضطروا يشتغلوا حرمية وخلاص وطبعا فشلوا وبقوا معدمين مش لقين يكلوا حتى لحد ما جات سفينة القبتان ران وسعبوا عليها فانقذتهم وخلاص وبقت تأكلهم مع رجالتها كمان ومع انها عملت معهم واجب ما كانوش شكرين ودايما موتشي بيتخانق معاها وهيموت ويفاهمها انه واتجامد وكارزما وبيعرف يحارب وهي مش مسدقة الصراحة فكرة بيفتي لحد ما جات له فرصة وشافوا سفينة يابانية من اللي بيحبوا يهجموا عليها فهو قال لهم بس سيبولي المهمة دي انا ورجالتي فيدوبك بس وهم بينطوا على السفينة التانية يهجموا عليها نصهم وقع في المية اصلا وبقوا مصخرة الكراسينة لكن الشهادة لله هو بان قد ايه جامد ومبارس قوي بس هي سعدته برضو وسألت الناس على السفينة هما جايين ليه في المية الكورية مارديش يقولوا سبب وقالوا ان براحتهم لحد معايل صغير اتسحب من لسانه وقال لهم ان هما جايين يدوروا على كنز ومعاهم كمان خريطة ومشيين عليها فطبعا خدت همانهم وقعدت مع الباقي يتفقوا يدوروا على الكنز ولا يكملوا حياتهم يأكلوا في السمك وخلاص قعد هو والكل يزنوا عليها توافق يدوروا عليه ففعلا سمعت كلامهم وبدأوا يتحركوا حسب الخريطة ووصلوا لجزيرة فعلا بس ما كانتش عارفة تمشي ازاي فموتش يقال لها بس انا اللي هجبلك الزتونة ورايا يا رجالة وفرح قوي لما شاف بقرة جاي عليه وجري عليها هو برجالته عشان يستضوها بس بقى هي لما ركزت لقت ان قطيع من البقر جاي عليهم وهي ادسوش فحذريتهم يخرجوا بسرعة جريوا كلهم ويعيني هو اتمسك من بقرة ورمتوا من على الجبل كمان زعلوا علي النمات بس متأثروش بصراحة وكانوا لسه هيكملوا في طريقهم لقوا زي الارد طلع لهم من تحته مع الخريطة الحقيقية كمان اللي لقاها بالصدفة في الجبل لما وقع فضلت تهزقوا علشان بسببوا كتير من رجال تتعوروا وعلشان كده خلاص هي مش عاوزاهم اللي هيفضل في سفنتها بعد كده هم الكراصنة وبس فرجالته شافوها فرصة يتحولوا الكراصنة ويبقوا على سفنتها فوافقت تضمهم ليها وحتى هو لو حب برده هتستقبلوا عادي بس هو بقى نقول ايه كرمته نقحت عليه وقال هيفضل على الجزيرة وكان متأمل في رجالته يفضلوا معاه بس ولا الهوى دول حتى كانوا بيصحفوا علشان يهربوا منه ففضل اللي واحده على الجزيرة يكل اي كلام وهم هايسين على السفينة وبيحتفلوا بس تاني يوم بقى صحي يكتشفوا ان الخريطة اختفت وهو سرقها وسايبلهم رسالة البجح فجريوا على الجزيرة يدوروا عليه في المكان اللي كاتبوا في الرسالة هجمت عليه فعلا تضربه ولقيته بيقولها ان الخريطة مش معاه اصلا هو فعلا الصراحة جاي يسرقها علشان تدور عليه وتصلحه يعني بس لقى ماكي بيساعده وقاله يروح المكان الاول بعدين يندهله وقعد ينده زي العويت ومجالوش طبعا فشكله كده اتنصب عليه بقت مستغربة غباءه ده فقدروا رجالات هيعرفوا ان الودن اللي سرق الخريطة بيحاول يباعها فهجموا عليه وخدوه كتفوه هو واللي كان بيحاول يباعها ليهم وراحوا واخدين في سكتهم اميرة من اميرات كوريو اللي راح عليها خلاص كتفوهم التلاتة وكانوا هيقتلوهم بس فجأة متشاه فك نفسه وهددهم لو عملولو حاجة او قربولو هيوقع الخريطة فرن كانت فاهمة من الاول انه هيحاول يهرب فخدتها منه وشغلتهم هم التلاتة بالعافية في السفينة بتاعتها بعدها راحت تقرى الخريطة مع رجالتها وقدروا يعرفوا الطريق بس كان صحب جدا ولزم هيختصوا كتير قوي فجاهزوا نفسهم ورحوا للمكان وجابت متشي من قفاء يجي معها وصبا عنه ووصلوا فعلا وما كانوش لقيين حاجة لولا هو اكتشف بزكاؤه لقوا قدم استخبية ولما دخلوها لقوا جوا فضة كتير جدا فرحوا بيها قوي ولسه بيملوا جيوبهم بيها قالوا منها ولا حاجة بالنسبة الكنز الحقيقي اللي كله دهب فبقى هدفهم يوصلوا لده كمان بس شكلهم مش هيلحقوا لان قائد جيوش برضو جاي يدور على الكنز وبدأ يفجر في المكان علشان يعرف يدخلوا ولما دخل حس ان في حد جوا وبدأوا يضربوا في بعض فامرت رجالتها يجروا بسرعة يهربوا وهي تتصرف بس للأسف حامت موتشيه ونزل على رأسها طوب خلها تفقد وعيها فجي حرسها بسرعة زهسة حبيب قلبي سالها وهرب بيها أما هو فكمل ضربة في القائد اللي اكتشف ان هو نفسه القائد اللي قابض عليه قبل كده علشان ما كانش عنده رحمة ولما اتأمر انه يستنى بس يعالج الجرحة اللي في جيشه قبل ما يكمل الحرب ما استناش ورح قتلهم بنفسه فموتشيه وقتها لما كان قائد جيش برضو عرف الخبر وقابض عليه ومن وقتها وهم أعداء وكان القائد ده هيموت وييتلو بس قدر يهرب في الآخر منه برضو ومحاسة نديق كتير جدا من الفضة بس للأسف تقولها خلاه مش قدر يختص أكتر فنزلت له ران وأنقذته بس الفكرة بقى انها مخدتوش وطلو على طول لقى دي جريت على الكنز كمان فشوية ونفسها روح فابننا مش يسحبها لفوق ونخلص لقى رحضينها يا ابني انت بتتلكك ولا ايه وهم بقى في لحظتهم الرومانسية دي جي حتو بلعهم بس تقريبا دايقوا جوة ولا ايه ما تفهموش رح تاردهم من على جسمه على السفينة على طول أما سنديق الفضة فما رجعهاش مش معقولة كده دايما طمعين تاني يوم سحيت ران من نومها حاسة ان الشعار اللي شفوه عند الفضة ده كان خريطة وهما معرفوش وقتها فلازم يرجعوا علشان يشوفوا الطريق منها فلسه بتأمرهم يرجعوا جت الأميرة بتتمختر وقالت لهم يا رجال ما تتعبوش نفسكو الودة مع الخريطة انا شفته هو بيخبيها هو فعلا عمل كده هي مش غلطانة بس وقعت منه في الطريق مسكو كتفوا من الغز منه بس بعدين سألته ران هو شاف ايه على الخريطة طلع المكان اللي المفروض يروحوه جزيرة دايما بيكون فيها صعق ومرعبة وخطيرة قوي انها تطراح قعد يخوفهم منها لانه شافها قبل كده وهو صغير وكانت مرعبة فعلا ففهموا ان هو عارف الطريق كمان وطلبوا يوديهم فرفض اللي بشرط واحد وهو انه يكون القبطان فطبعا دي جراء منه انه يطلب كده بس ران اتكت على نفسها وقالت له معادي يا رجال مش زعلانة ولا حاجة يلا اللي عايزه يبقى بدلي القبطان يرفع ايده فمحدش طبعا رفع ايده وخافه فموتش قال لها غمضي يا سيدي دول خايفين وفعلا طلع الكل موافق وبقى هو القبطان وعينكم انشوفها للنور عزبهم كلهم طلع عليهم كل الجديد والقديم وبقت هيى لطباخة بتاعت السفينة وما قلكوش بقى على حلوة طبخها الكل عمل اضراب عن الاكل لحسن يتسمموا ولا حاجة الوحيد اللي كان بيجاملها هو موتشي فبقت ايه تأكلوا اكتر واكتر وعد يوم ودخلوا في المية المغلية فعرفت على طول ان الغيوم هتبدأ تظهر وكده قربوا فامرتهم يجاهزوا السفينة فلقيت الكبطان الجديد فوالشهب يقول عكس كلامها وانه الكبطان دلوقتي واوامره لازم تتنفذ وفضل على رأيه لحد ما طلع عن ضاحة فسمعوا كلامها اخيرا اما هو فاستخبف قارب حتة اول ملايق الدنيا خطر ولما سألوا يعملوا ايه قالوا ما تعملوا اي حاجة الله عليك يا قدرت هي تسيطر على الوضع ووصلوا للجزيرة فعلا اللي عليها الكنز بس الفكرة بقى هو فين بالضبط قال لهم عادي يعني مصعبين الموضوع ليه مجزيرة هي صغيرة هنحفرها كلها فبقوا يحفروا وينادوا عليه يكش يعرفوا يدفنوا ويخلاصوا فجري منهم بسرعة واستخب فاطلع له بطريك وفبقوا سبيكة من الدهب ما بقاش فهم هو ايه الكائن ده بس اكيد فهم ان ده دهب فندهلوهم كلهم يشوفوه فاختفى على طول لسه هيدربوه ظهر البطريك من تاني فاتجمعوا حواليه يكشفهموا منه حاجة بس ما عارفوش يوصلوا وفجأة لقوا ان سفينة القائد بتاجم على سفينتهم وبتضمرها كلها فجريت هي ورجالتها ينقذوا بقى صحابهم اما رجالة موتشي فجريوا على الجبل علشان يسندوه ضد قائد الجيوش اللي طلع على الجبل يدور على الكنز هو ورجالته ولقوه فعلا بس كان سندوق ما فيوش حاجة اللي قناع عارف ياخدوا منهم موتشي كمان وتحدى القائد يحربوا راجل لراجل وفعلا بقوا هما بس اللي ضد بعض والرجالة كلها بتتفرج وفجأة وقع القناع منهم على راس الواد الخاين اللي كان بيعمر البطريك يمكن يوصل لحاجة ووصلوا فعلا لما لقى بوابة الجبل شبه القناع اللي وقع ده بالزبط دخلها لقى سفينة كاملة متحملة دهب وكنوز المملكة فقال بس انا ده غنيت بس فجأة لقى كل البطريك حواليه وهجمت علي تضرابه فحاول يهرب بالسفينة من مكانهم لقى فوش ران هي وسفينتها اللي بتتدمر فبما انه مش عارف يهب بحاجة راح ندالها بسرعة على اساس ان الواد جاي يساعدها وكده ففعلا بقوا يتنقلوا من السفينة المتدمرة لسفينة الدهب اللي بقيت عايمة لوحدها لولا ران جريت تسوقها بسرعة علشان تقدر تعذي بيها من الموجة الكبيرة وامرت الكل المراد يساعدوها فالاول مرة فعلا الواد الخاين يساعد وقدروا يعدوا من الموجة بسلام فاموتشي لما شافها جامدة كده ونجحت بقى عايز ينتصر هو كمان وقدر بزكاء مع انه مجروح جامد يموت القائد ويسعاقه مات متكهرة بابن حلال ويستهيلها وقف بقى على الجزيرة في الآخر هو ورجالتهم استنيينهم يجولهم بالسفينة بس فجأة لقوا حريصها بينطف المياه وبيجري على الأميرة ينقزها بعد ما غرقت البت بتجري وراته للفيلم وفي الآخر جفايدة ما تيقسوش ومش هما بس اللي ارتبطوا لأ ده كمان متشي طبعا ما صدق وارتبط هو كمان بران أما الباقي فسنج العادي بس معهم فلوس أهم حاجة قدروا يوصلوا الكنز في الآخر الفيلم ده يعتبر جزء تاني وأنا عملت لكم منه الجزء الأول مبارح سيب لكم اللينك في ديسكريبشن وفي أول كومنت ولكن الفيلمين ملهمش علاقة ببعض بس اللي اتنين حلوين يعني تاني حاجة بقى أنا تبعت الفيلم ده على شانسي هون وهو حرفيا أيل أربع جمل أيها الكوبتان ماذا نفعل أيها الكوبتان سأرحل أيها الكوبتان أين الكوبتان هما دول أربع جمل بس كده